واحد من أهم المواهب والنجوم الحريفة في تاريخ الكرة المصرية اللعيبة عارفتت الحضيفة اللومة بقى عملة ندرة في الكرة المصرية عادة تتذكره دائما بكل خير تتذكر لمساته العظيم بكل خير سواء مع النادي الأهلي أو مع نادي الزمالك في أي مكان كان متواجد فيه كان له تأثير رائع جدا الآن حتى مع فريق الشباب كمدير فن الفريق الشباب نادي الزمالك وقدم أداء رائع جدا بشهادة الجميع في قطاعات النشئين منذ لحظات كمان أعلن أنه مدربا في الجهاز الفني لنادي الزمالك الأول مع جوزفالتو فريرة الموديل فني للفريق كابتنا الكبير كابتن حسين ياسر المحمدي كابت الحسين مشرف ومنور شكر جدا يا كريم ومبسوط أنا معاك النهاردة يعني أنا مبسوط جدا أكتر منك بكتير مبسوط كمان من الخبر اللي إحنا سمعناه وإحنا داخلين على طول يا ربي خير إن شاء الله وطبع حاجة جديدة إن شاء الله في الكرير بتاعي وأتمنى كنا أنا أدي المسؤولين للناس اللي كلها ورانا ومسندنا وبعد الخروج النهاردة من الكاس طبعا كان محبط شوية بالنسبة لنا لكن كرة القدم بتعترف ببكرة مش باللي فات إن شاء الله اللي جاي أحسن الخبر ده بالنسبة لك كان مفاجأة ولا كان في كلام عنه من فترة والله يعني بالنسبة لي مفاجأة النهاردة يعني في التوقيت دوات مفاجأة بالنسبة لي لكن أنا الحمد لله أنا عارف إن أنا طالما دخلت مجال تدريبه وفي النادي الزمالك بيتي يعتبر والحمد لله من السنة اللي فاتت للسنة دي شفت كتير في النادي وعرفت كل الوقت ده كنت محتاجه محتاجه عشان أكون جاهز في الوقت ده فأنا الحمد لله جاهز إن أنا أقدر أتمنى إن شاء الله إن في أي وقت النادي الزمالك طبعا محتاجني محتاج أي حد من أبناءه بالنس بتساند تبقى عارفة بتعمل إيه وقدر النهاية تقود المسؤولية دي عظيم الفترة اللي فاتت كان فيه أي تواصل بينك ومن جوزفالد وفريرة بمناسبة لي حصل على فترات مختلفة لأن أنا طبعا عندي بمد الفريل أول بعناصر كتير دايما طول الموسم السنة اللي فاتت أو السنة دي من بدايتها وكان تواصل طبعا مع كابتن أسامة لبيه لما كان موجود وبيجي طبعا عندي كل يوم ممكن أربع أو خمس لعبين من التمرين متواصل مع فريل أول فكان دايما بيقى فيه أعداد بسيطة بس معظمها كانت مع كابتن أسامة لكن برضو مع فريل أتكلمنا كتير على علاقة بي الشخصية من فترة من زمان طبعا أيام كنا في البرتغال وكنت بالعب في البرتغال وفي نفس الوقت ما كان موجود في السد قطري وكلام ده كله فالفترة اللي فاتت دي أعتقد أن احنا قريبين من بعد جدا لأنه زي ما قلت الفريل الأول بيعتامي برضو عن عناصر كتير بذات السنة اللي فاتت ما كانش عندنا قيد في النادي وكان أعتقد الناشئين عملوا دور مش عايز أقول ناشئين فيه ملعبة مفروض تلعب من فترة في الدرجة الأولى شالوا النادي السنة اللي فاتوا الحمد وحق البطولة معه